أرسولا فاندرليدن رئيسة الاتحاد الأوروبية ورئيسة المفوضية الأوروبية والآن سوف نعطي الكلمة أيضاً إلى رئيس المفوضية الاتحاد الأفريقي السيد موسى فقي محمد وهو يشغل هذا المنصب منذ عام 2017 لكم الكلمة سيدي السيدة والسادة رؤساء الدول والحكومات السيد رئيس المجلس الأوروبي السيدة رئيسة المفوضية الأوروبية السيدات والسادة وها نحن في بروكسل لعقد فعاليات هذه القمة السادسة للاتحاد الأفريقي والاتحاد الأوروبي وذلك بعد أن اشتزنا الكثير من الصعاب نحن نعرف بأننا نعيش حقبة ترخية وهي تلك الحقبة التي سنتمكن فيها من تجاوز المسافة الجغرافية وذلك لتقريب أممنا وشعوبنا ومرة أخرى نود أن نشكر السيدة فندر ليدن على العمل الذي قامت به على رأس فريق تنظيم هذا المؤتمر القمة السيدات والسادة تعرفون بأن هناك الكثير من الأحداث التي ترأت منذ مؤتمرنا القمة الأخيرة وهذه السعاب كان بإمكانها أن تقود أسس التعاون والتضامن البشري وهي ركائز الحضراء الإنسانية الراهنة ولقد تمكنت أفريقيا بالرغم من كل هذه الصعوبات إذن من جمع واستجماع قواها وذلك للتصدي لهذه الأحديات وكما أنها تمكنت من الدفع بعجلة التكمل الإقليمي والاقتصادي على مستوى القرى الإفريقية وذلك على أساس البرنامج عامل 2063 إلا أن الجائحة جاءت لتصلت الضوء على كل الإشكاليات وأوجه الضعف فمن الواضح بأن هذه الجائحة إذن جاءت لتزيد من الأوضاع صعوبة سواء على المستوى القرى أو على مستوى العالم إلا أنه يبقى أن القرى الإفريقية مكنت كذلك من تبيان قدرتها على الصمود وذلك في وجه كل الصعوبات وبالرغم من كل مكنة تفترقه إذن من مقاومات ومن قدرات وبالرغم إذن من احتدام المنافسة ما بين الأقاليم والقرات فلقد تمكنت أفريقيا إذن من الصمود وتمكنت كذلك من تجاوز ذلك الشرخ الفكري والاقتصادي الذي تبروى في ظل هذه الجائحة ونحن نعرف بأن هناك العديد ونحن نعرف بأن هناك هندسة أو هيكل أفريقي قائم على الأرض فيما يتعلق بالحكمية أو الديمقراطية وهذا الهيكل تمكن أيضا من استمراره ولكننا نعرف كذلك بأن الاقتصاد الأفريقي عانى كثيرا بحكم هذه الجائحة مع تراجعنا في حجم التحويلات والاستثمارات وفي نفس الوقت فقد رأينا كذلك بنوكنا تراجعا على مستوى الإيرادات الجبائية وبالتالي فإن الأموال المتاحة لتمويل التعافي الاقتصادي تقلصات وهذا ما يثير الكثير من التساؤلات فيما يتعلق بإمكانية إطلاق والإسراع بعملية التعافيات ولكن علينا أن نستمر فمن هناك حاجة مساء اليوم إلى التصدي إلى كل هذه التحديات وذلك من خلال إطلاق الطاقة الخلاقة للقرة الأفريقية وأنا أعرف بأن المشكلة هنا لا تتمثل إذن في شحة المال والمصادر التمويل ولكنها مرتبطة بالقرارات السياسية التي تتخذ والتي توشه إذن توشه الموضع والإنفاق ولذلك فعلينا أن نعمل إذن على تحقيق الإجماع في مثل تلك المجالات التي ينفغي أن تستقبل الإستثمار في المقام الأول كالبحث والتطوير وتوسيع نطاق شبكتي للإنترنت والنقل الطاقية وإنتاج اللقاحات والإنتاج الزراعي وإنتاج الغذاء التكامل الاقتصادي السلامي والأمني والسلامي والحاكمية الجديدة ولكن علينا أن نذهب إلى ما هو أبعد من مشرد ذكر هذه المفاهيم والمصطلحات وذلك حتى نتمكنها إذن من بدء العمل إلى تحقيق اليد على تنفيذ كل هذه القيم وتطبيقها على الأرض ونحن نعرف بأن بأن هناك فرق كبير ما بين كل هذه ما بين كل ما بين القول والفعل فتذكر كل هذه القيام ولكن لا نجد ترجمة لها على الأرض ولدفع نحن بحاجة إذن إلى العمل بشكل أكبر على التنفيذ والتطبيق وهذا ما يدفع إلى التنويه بطريقة تنظيم هذه القمة وهي القمة التي ستسمح لنا حكماً بالتركيز على سبل وأساليب تنفيذ هذه الأولويات وأشكر السيد شارل ميشال على الجهد الذي بدل المجلس الأوروبي في هذا المدمار نحن إذن بحاجة إلى مثل هذه الشراكة الجديدة المستجدة مع الاتحاد الأوروبي وللاتحاد الأفريقي عدد من الشراكات التي تربطه بعدد من المجموعات الإقليمية ونحن إذن نهتم أي مهتمام بتعميق مثل هذه الشراكات كما أننا نهتم كذلك بالمساهمة في تحويل الاقتصاد الأفريقية وذلك عن طريق الاستثمار إذن ما هي مكانة الأفريق الشباب وما هي حصتهم من التعليم والتدريب كيف يمكننا أن نسخر النقل الطاقية والمناخية ونجعلها إذن في خدمة الاقتصاد الأفريقي والنموهي وسيدات وأسادة عندما ننظر إلى الشراكة الأفريقية الأوروبية فنرى بأنها تركز دائما على الكيف كيف يمكننا إذن أن ننفذ كل هذه الأنشطة الطموحة التي أدرجت في برامج العمل ونحن بالفعل نود أن نحقق النتائج الملموسة ولذا فالاتحاد الأفريقي يود أن يقدم بعض الأفكار فيما يتعلق بطرق التطبيق والتنفيذ وله خطة عمل في هذا المجال ونحن في خطتنا هذه نركز على الأليات التمويل وكذلك أليات الرصد والمتبعات نحن نعرف بأن الأليات التقليدية باتت محدودة فنحن بحاجة إلى أليات أكثر لينة وفعالية من شأنها أن تساهم في تحقيق الأهداف المرجوة كما نحن بحاجة كذلك إلى مكافحة تهريب رأس المال ومكافحة الغش والتزوير مع إعادة الرسام إلى الدول الأفريقية وينبغي أن نستفيد أيضا من هذه الطفرة المالية ولأن نستثمر أيضا في طاقتنا وقدرتنا وبناء التحتية ونحن نعرف بأن هناك العديد من التطلعات فيما تعلق بما ستخرج عن أو تتمخذ عنه هذه القمة فهل هذه القمة ستسمح لنا بالفعل بإعادة تجديد وتعزيز هذه الشركة ولتفضي هذه الشركة إلى حركة اقتصادية فعلية هل ستسمح هذه القمة كذلك إذن بالتكيف والاحتياجات الدولية فنحن نعرف بأن العالم يتغير وتغير بسرعة وبأن التكنولوجية تتغير التي تقود إذن وتحرك الاقتصاد العالمي تتغير كذلك بسرعة فائقة هذه كل من التحديات المطروحة علينا وأملنا بأننا سوف نجد إذن الردود المطلوبة لكل هذه التسئولات عن طريق هذه القمة وأن نشكركم على حسن الاستماع